قال البنك الدولي إن استثمار 1.4% في المتوسط من الناتج المحلية الإجمالي سنويا يمكن أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 70% بحلول العام 2050 وقال البنك إن احتياطات أو الاحتياجات الاستثمار أعلى بشكل ملحوظ في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تكون أكثر عرضة لمخاطر المناخ مضيفا أن هذه البلدان ستحتاج إلى تمويل ومنح متزيدة وبشروط ميسرة لإدارة آثار تغير المناخ والتطور على طول مسار منخفض الكربون